الحقيقة هو قانون الخدمة الوطنية العسكرية صدر عام 2015 على أن يعمل فيه بعد سنتين من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ونشر الحقيقة في الجريدة الرسمية عشر خمسة 2015 وبالتالي يكون نفاذه وسريان هذا القانون وتطبيق اعتبارا من عشر خمسة 2017 هذا القانون الحقيقي يلزم كل المكلفين من الذكور الذين يبلغون السن الثامن عشر بعد هذا التاريخ بالتسجيل خلال ستين يوم من تاريخ بلوق هذه السن أما ما قبل عشر خمسة تسعة خمسة وما بقل فهنا الجميع مع فيه من الخدمة الوطنية العسكرية من بلغ فيه عشر خمسة عليها التسجيل خلال ستين يوم اللي لم يسجل خلال هذه المهلة في اليوم الواحد وستين سيترتب عليه حقيقة جزاء إداري يفرض عليه إضافة خدمة شهر على الخدمة الأساسية التي هي السنة طبعا هذا لكل الدفعات القادمة من يبلغ عشر خمسة حتى عشر خمسة وهكذا كل من يبلغ من تاريخ بلوغه عليه التزام قانوني أن يسجل سواء عن طريق التسجيل الأكتروني أو عن طريق المحافظات الست الموجودة في كل محافظة نعم فيها مراكز كل محافظة يستقبلون ومن ثم يسجل يمكن التنبيه الأهم هو ضرورة الحقيقة التسجيل يعني لاحظنا أن في المرحلة الأولى لم يسجل إلا أعداد بسيطة ونلتمت لهم العذر يمكن التسجيل أو سريان القانون جاء في فترة الاختبارات ومن ثم شهر رمضان مبارك ومن ثم أيضا فترة العيد فنأمل إن شاء الله أن الجميع يعني يحرص الحقيقة على التسجيل خلال المدة المقررة عشان يجنب نفسه وحتى أولياء الأمور بهذه المناسبة الحقيقة ندعوهم ونهيب فيهم أن يساعدون عيالهم بحثهم على التسجيل في الأوقات المحددة وإلا تعرضوا للعقوبات المقررة في هذا القانون